عايز اقول لك حقيقة يا كابتن اسامة تشعر او احنا جينا اوقات من المباراة يا كابتن علاء تحس يعني احنا في بداية موسم وكان في راحة ان فيه اجهاد صح? طب ده مش اجهاد. مش اجهاد. طب ده ايه? فيه بس انا فيه تقل في الملعب. في انا هخلص المباراة في اي وقت. في اعداد نفسي مش 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 حلو المباراة. دي مباراة دي بطولة. مباراة بتهديك بطولة. نفسية لازم انزل غير اللي. احسنة كان في نقطة بيقول بيتبان من اول ما بتصنطر الكور. احسنة الكورة معاك او مش معاك. ايه. بيبان. صح. انت بتبان من جوه انت النهاردة نوع على ايه? انت البداية انت سايب المباراة بس يوني عامل خطة معينة فخليها على جنب. انت سايب المباراة الوقت بيمشي لحد ما ايه? هتوديك انا هجيب جول هجيب جول. كويس. الزعمة اللي عملها مستر المسلماني كان بيرعب على حاجة واحدة بس. ايه هي? الزعمة دي. زعمة مدافعين اطراع الجيش. مع كترة المجميلة عندك. تخلق. تخلق غلطة. هو عايز يعمل دي. بدليل ايما ان كان كل الكورات الطولية عايز صلاح محسن يلمس يكمل شريف بس ده. اه يعني. انا معاك في الجزء ده لو فيه حاجة. زي ما قالوا الكباتن ان يبقى عندك اطراف. مش معاك. كان ممكن تحصل. بس. في مباراة. اه. في مباراة حصلت الكورة برضو الصلاح محسن وتلامس. المباراة دوري. تقريبا. هي دي اللي كان بلاب علامة المسلماني. مباراة افريق. مباراة في افريق. مباراة في افريق. افريق يا كابتن. سانداونز. صح؟ صح يا بلاي. ما حصل فيها غلط. بس. سانداونز كان فتح الليعب هو اللي بيهاجمنا. بص ايمن. كان مختلف هو. هو بص. هو كل مدير فني بيبقى عنده كارت كده. اقول لك هنالعب بكارت ده في نهاية المباراة. دي ان الجيش. الجيش مش معاك ما عندوش اي يعني. مافيش مشرية في طلعة الجيش. طلعة الجيش حتى بلعبش الهجمة مرتدة. يعني حتى بعد النزول كريم. ما عندوش. ما بلعبش الهجمة مرتدة. يعني هات المباراة من اولها لحد الاكستر تايم. يعني. في فرق. دفع كويس قوي. واعمل هجمة مرتدة. لا. بداية نوع الشوط الاول كله. او الشوط لحد مريزي الكريم. مافيش حاس حربة. اي. اللي كان بيستنى بس. كان ميدو. وبيهدو. بس ايه بي يعني. بيحلق كده. لكن. حتى الهجمة مرتدة. لما فيه حد يطلع الجيش بيمسكها. مافيش حد يبيكمل. هو. الهدف واضح. انا على قد ما قدر هستهلك المباراة لحد ما توصلني. اقصى اماني. كابتن بسيوني. ولعب طلاع الجيش النهاردة. وليم كل الاحترام على المجهود اللي عملوه. انا بتفهم مع اسامة. ان هو يوصل لضربات الجزاء. وضربات الجزاء دي حاجة بقى بتاعت ربنا. انت مليش دعوة به. خمسين خمسين. خمسين خمسين. لكن احنا كنت سألتين تقول. يعني. احنا ليه متأخرين في الهدف. لان طلاع الجيش. عاملين مجهود بدني. صح. جبار. عامل ضغط عليك طول المباراة. انت مش خفيف. فيه تقل. تحس بس. انا وفروض اطعبانا. لا. لعيب طلاع الجيش. لحد باخر المباراة. بيجروا. عشان انت اللي مساعدهم. انت اللي مهد الرتم. انت اللي حاراتك بطيئة. لكن. مش نهاية العالم على فكرة. اه طبعا. يعني. بنعتزل الجمهور النادي الاهل النهاردة. انه كانت في البطولة. كنا ممكن نضمها البطولات. الحمد لله عندنا كتير. لكن. هو. اه. درس. طول ما انت في الكرة انت بتتعلم. صحيح. تعلم ازاي. لما يكون في مباراة كده. مباراة بطولة. من اول ما الحاكم صفر. ان البطولة. البطولة دي بتاعتي. وده معروف هو على. ده شعار النادي الاهل. صحيح. حكا. بيتبان نيتك. زي ما قال لقسامة. كان قال لقسامة حلمت كله حلووي. نيتك بيتبان. جمهيرك بتبقى عضح. حتى بتفرج في البيوت وكده. الرغبة. الرغبة بينة. انت الرغبة عندك. مش مش واضحة. الشناصة هجومية. مستهيب المباراة. ما ينفعش يسيب مباراة. بطولة. عارف لو بطولة لو ماتش دوري. مش مشكلة. لكن. مباراة. حتى كابتنا على التحضير لركلات الجزاء. ركلات الجزاء دي. مزبور. مباراة تانية برضو. انا بحضر لها. طبعا طبعا. النهاردة دخال محمد شريف. المهاجم بتاعك الاساسي. طول المباراة. مية واشي ده مش موفق. وكرة مش ماشية معاه. ومش ظهر بش الشكل اللي احنا شفناه قبل كده. احطه في ركلات الجزاء. النهاردة لازم ما بعد محمد شريف. افشة النهاردة. مثل النهاردة عندك. افشة. عندك محمد شريف. عندك بدر بنون. ما بدر بنون عشان نزلته. بس هل النهاردة. شوفنا خلي بالك كان مباراة منشيسر يونايتد. اه. الماتشي الاخير. الماتشي الاخير. مزبور. لما المدارب نزل لعيب. من برة. نزله على ركلة الجزاء مباشرة. واستهام. ايه. وضاعت. مثل النهاردة. انت كلاعب. عايش اجوال مباراة. انت بتجري. يعني. انت بدر بنون نزلته اخر ثلاث دايق. هو مش عايش المباراة. فكان طبيعي برضو. ضايا ركلة الجزاء. التحضير حتى لركلات الجزاء. اللي هي مباراة تانية. ما كهيتش موجودة من مساعدة. واعتقد ان الترتيب برضو كابتن قسان. يعني الترتيب في ضربات الجزاء او ركلات الترجيح اللي بعد المباراة. اعتقد. انا اعتقادي الشخص. انت لو عندك اتنين مميزين قوي. في ركلات الترجيح دايما كنا بنعمل ايه. واحد بيشوت في الاول. واحد بيشوت في الاخد. واحد بيشوت في الاخد. اعتقد ان الترتيب برضو كان فيه خلل في ضربات الترجيح. غير الترتيب. الحظ في ركلات الجزاء بيجي. للي بيسعى او بيكتهت في المباراة. يعني اعتقد بالنسبة للحرس مار ما بتصدر بتين جاي الترجيح. بالنسبة للعمل اللي عليه. صحيح. الحمد لله رب العالمين قدر لهم شفاء.